هنا ناصر الشمر يقول بسعود ما في لقاءات أو تقرير عن نادي الشرطة لا والله اسمح لنا يا أخوي ناصر لأن هذه البطولة مثل من تعارفين هي حصرية عند بوظبي قناة بوظبي زملها في قناة بوظبي وفيعني يمنع اليوم أي قنوات أخرى تصور أو تأخذ لقاءات هذه من الأمور اللي يعني يمكن عندنا ملاحظة الأخوان هي أمانة أو هو شيء احترافي اليوم كنقل بطولة ويصير حصري وتكون عند قناة يعني وحدة لكن اليوم مثل ما قال أخوي بوسيف هي بطولة عربية الهدف منها لم يشمل جمع وخاصة مثل ما قال أخونا بوسيف مصروف عليها مبالغ طائلة يعني ما أعتقد اليوم الأخوان في الاتحاد العربي ولما كان أيضا أخوي تركيال الشيخ معالي المستشار موجود ما كانت يعني مجزية أنه والله يأخذ مليون ولا مليونين ولا ثلاثة مليون دولار كحقوق من قناة بربابي حق الاتحاد العربي أعتقد هو مسعد يدفع حتى ثلاثة مليون عشان توزع على باقي القنوات فأنا هذه ملاحظة وجهة نظر أنه اليوم ودائما يعني حتى الأخوان في السعودية أعتقد يا أخوي معالي المستشار تركيال الشيخ اليوم المسؤولين الرياضيين في السعودية قاعد ينبذون موضوع الحصري ويجب أن تكون مفتوحة المباريات والبطولات وما تصير مشفرة فاليوم يعني أعتقد من الأولى اليوم كبطولة عربية أنها تكون مفتوحة للجميع اللي ينقل اللي يغطي وأخذ منه لكل فلوس ما يمنع تعال يا تبزون الكويت تبتنقل يبع عشرة آلاف دولار يا فريق منه العراقي تبتنقل يبع عشرة آلاف دولار وطلع من كل دولة بتنقل بطولتها مباراة فريقة تأخذ منها فلوس أعتقد أفضل يعني شذي يا أخوي طلال الشيخ بما أنك حاليا مدير البطولة هي وجهة نظر ممكن أكون مخطئ فيها ممكن أكون صائب فيها عموما